موسيقى مرحبا هذا لقاء جديد في برنامج فوق سطر أهلا بكم اسمحوا لي بداية أن أحاول اجتهادا أن أجسد هذا المشهد صحفيون نقاد أساتذة أكاديميون طلاب سياسيون ممثلون وفننون كلهم جاءوا للاحتفاء بذاك الأديب ولتتويجه من بين الصفوف تتقدم فتاة حسناء وجميلة لكنها متشحة بالسواد تتقدم وعلى خديها دمعتان اثنتان وعلى ثغرها بسمة تتقدم لتطبع قبلة على وجه المحتفى به وعلى جبينه قائلة أحمد عادل قرشولي أما عرفتني أنا دمشق أنا دمشق ألست صاحب موال في الغربة ألست من قال ليتني يا سمين في دمشق إنني أقرأك أنا دمشق مرحبا بك أيها الحبيب مرحبا بك دكتور عادل قرشولي أهلا بك تحية لأحضرتك والواقع لو كتب لي أن أكون في بيتك الآن أنا أعترف أن طبيعة البرنامج تجعلني مقصرا نوعا ما أنا عليك أطرح هذا السؤال أن أكون في بيتك في ألمانيا في الغربة ربما لأسأل كم ترى موال الغربة يبدو حاضرا هناك هل لديك يا سمين عارت لي نيزار قباني بيقول ليا سمين معرش في أضلعي لو ذهبت إلى حديقتك هناك وتفقدتها سأرى النرنج نيزار بيقول من فتش جيوبي سيرى الاقتامة قضامة دمشقية ألا من يعرف أم معتز أن يقول رجاء إن ثمة طفلا تائها اسمه نيزار اسمح لي أن يسأل كم تبدو دمشق حاضرة في بيتك أنا شاكر جدا أولا على هذا اللقاء الذي يجري بيني وبينك بعد عقود على ما أعتقد تحاورنا في دمشق في السبعينات وأنا أذكر ذلك الحوار لقد تحاورنا أول ما تحاورنا حول التراث في المسرح العربي وكان الموضوع جديدا آنذاك بالنسبة لسؤالك سؤال جوهري في الحقيقة نحن اشترينا بيت في مدينة ليبزيك حيث أسكن منذ خمسين عام يعني نصف قرن تقريبا وقد اشتريت هذا البيت بسبب الحديقة التي تتحدث عنها لأنها كانت تذكرني بغوطة دمشق وأنت تحدثت عن صورة شعرية تقريبا رمزية ولكن تأكد أن زوجتي الألمانية التي تعلمت اللغة العربية بعد دراستها للأدب الألماني والأسلافي وترجمت عشرين كتابا من اللغة العربية إلى الألمانية آخرها كان رواية واحد الغروب لبهاء الطاهر أنها زرعت لي في هذه الحديقة زيتون وياسمينة وتعهدت الياسمينة وزيتونة هناك وكذلك أولادي وأحفادي هم أيضا يحملون دمشق في خلاياهم في أعراقهم ودمشق تسري في دمهم دكتور عادل كيف لي أن أتوج هذا الملمح كيف لي أن أتوجه شعرا أنا أسرتني قصيدة تتحدث وتقول صارت الهمسة سجنا صارت البسمة سجنا من يا ترى يخبرني عما جرى عما صادر البسمة بهذا المعنى عفوا ولا أدعي أن بإمكاني أن أرتقي إلى سحر الكلمة الملقى شعرا ونظما لديك بس بدعوك الواقع لتتويج هذا المقطع بقصيدة تختارها فيها هذا الغزل بتلك الأم أو الإبنة أو الحبيبة التي تقدمت بين الجموع رمزيا وطبعت قبلتها على جبينك وقالت لك أحمد عادل القرشولي أنا دمشق ذكرتني بسنة خروجي من دمشق كان ذلك عام 1959 ذهبت إلى بيروت وفي بيروت زارتني والدتي وقالت لي أن أختي الصغيرة التي كان عمرها آنذاك خمس سنوات تسأل عني وتقول دائما وينو دادا وكلمة وينو دادا جعلتني أكتب آنذاك قصيدة وكنت شابا يافعا ما زلت وطبعا هذه القصيدة هي من مجموعة موال في الغرباء ولكنها ليست قصيدة حداثية ولكنها قصيدة ما زلت أحبها لأنها كانت عفوية جدا واسمح لي أن أقرأها اليوم أنا لم أقرأها منذ فترة طويلة وينو دادا أختي الصغرى كانت تلقاني إذ آتي للبيت مساء في ولهن دادا دادا وتمد يديها فاتحة كالفل أصابعها العشرة فأعانقها وأدغدغها وأقول لها أهلا دادا أختي الصغرى فاقت في الحزن الأولادا فتحت عينيها ذات صباح لم تلقاني إذ كنت أخلف سوريا من دون جناح وأرود جبالا ووهادة أختي الصغرى ما عادت تركض فاتحة في الأفق أصابعها العشرة وبكل صباح ومساء تسأل في صوت مر وين دادا فتجيب بصوت مكبوت أختي الكبرى دادا يا حبة عيني بيرجع بكرة فيعيد البيت المعادة بيرجع بكرة بيرجع بكرة في بلدي في بلدي نصب الأعواد نفخوا في الأفقر مادة حرمون الأعيادة دادا يا أحلى دادا يغزل من دمه الشعرى في الغربة ويولد فجرة دادا يبني الأعيادة كي يبهج فيها الأولادة كي لا تسأل أخت في يوم وينه دات جميل جدا جدا يعني وحيك من قلبي لحياء هذا التغريد على فنن الغربة إذا سمحت لي وهذا التذكر الموجع ربما هو اللي بيأخذني لمثالنا الأول ومثالنا الأول لشخص أيضا سأل عنه سألت عنه دادا ودادا هي فلسطين الحبيبة كان مغردا في سجنه في سجنه في الوطن المحتل ثم بات مغردا كعصفور على فنن الغربة فيما بعد وأثار نقاشا كثيرا سأخذك إلى عشقك الدرويشة إذا صح لي أن أسمي سأخذك إلى محمود درويش وهوية الروح يحلم قال لي بطائر بزهر ليبون ولم يفلسف حلمه لم يفهم الأشياء إلا كما يحسها يشمها يفهم قال لي إن الوطن أن أحتسي قهوة أمي أن أعود في المساء سألته والأرض قال لا أعرفها ولا أحس أنها جلدي ونبضي مثل ما يقال في القصائد وفجأة رأيتها كما أرى الحانوت والشارع والجرائع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وحبها للمصريين وعطفها عليهم اسمحوا لي أن أشارك في التجيز للخاريين في الجهاد من مال أشتركوا في القرى تأتي الصفة للمصريين المسلسل التاريخي نابليون والمحروسة يأتيكم في الأوقات التالية مرحبا بالدكتور عدي القرشولي في هذا المقطع الثاني من حوارنا الواقع واللي يأتي تتويجا وترتيبا بعد المقطع الآسر للراحل محمود درويش أطل الله عمرك الحقيقة هذا بدي أخذني لأكثر من من مع هذا الموضوع لكني بدي أخذ أولا تماسك مع ما رأيت أعدتك إلى ما تحديدا إلى عشقك الدرويشي حقا أعدتك إلى استقبالك لدرويش تماما كما استقبلت عددا من الأدباء أنا تربطني بمحمود علاقة وثيقة من زمن طويل جدا قرأت له في بداية الستينات قصائد في مجلة الجديد لم يكن معروفا بعد كان شابا أنا كنت أكبر منه سنة وقد أحببت القصائد التي قرأتها آنذاك ثم صدف وجاء إلى مدينة ليبزيك عام 1969 وكان مدعوا من الأرض المحتلة إلى مدينة ليبزيك كان ما يزال هناك ولذلك كان بعضنا يمزق الإعلانات عن الأمسية الشعرية التي كان سيقدمها وكان السوري الوحيد الذي ذهب إلى تلك الأمسية هو أنا واستضاف محمود في بيته والتقينا عديد المرات في القاهرة وبرلين ودمشق وكنا لا نتحدث عن ذاك اللقاء الأول ولكن حين قدمته في بيت ثقافات العالم في برلين عام 1995 وكانت جئت مع نصير شمة من تونس أيضا الذي رافقنا في هذه الأمسية وقدمته في تلك الأمسية قلت له أتذكر لقاءنا عام 1968 قالي لا كان 1969 بقي أن يحدد لك اليوم والساعة وأنا طبعا ما زلت أذكر عيد ميلاده ما زال في تليفوني كان قبل أيام 13 آذار كان عيد ميلاده وكن دائما أتصل به وفي عيد ميلادي كان أيضا يتصل فيه وقد ترجمت له مجموعة من قصائده في السنوات العشرين من حياته القصائد الأخيرة هو مترجم إلى الألمانية منذ السبعينات محمود ولكنني أعتز وأعترف دون أي نرجسية بأنني أعتز بأن جريدة مثل جريدة الألمانية كتبت صفحة كاملة عن هذه الترجمة وعنونتها اكتشاف متأخر لشاعر عظيم وحين توفي محمود وصلني نبأ وفاته في الحقيقة أنا صار عندي نوع من تأنيب الضمير لأن محمود كان دائما يريد أن أترجم الجدارية ولكنني كنت أخاف من الجدارية لأنني أنا بطيء في الكتابة وفي العمل وستأخذ مني وقت طويل وقرأت لاعب النرد وثم جلست وألغيت عقد معدار النشر أو جمدت عقد معدار النشر وترجمت لاعب النرد إلى الألمانية وكتبت مقدمة شخصية جدا لهذه الترجمة ولكن محمود يبقى في الذاكرة محمود أوصل صوت فلسطين إلى العالم نحن لم نعرف ما قدمه لنا محمود درويش على الصعيد الأدبي حينما نتحدث عن حوار الثقافات وعن حوار الحضارات وإلى ما هناك محمود قدم الكثير لأنه كان شاعرا كبيرا بدرجة أساسية وبعضنا حوله إلى شاعر سياسي فقط ولكنه كان شاعرا يأخذ السياسي إلى الفلسفي وإلى الإنساني العام وهذه هنا تكمن أهمية محمود في اعتقادي قادني حديثك يوم أمس وقادني أيضا ما قرأت للدكتور عادل قرشولي إلى سؤالي الآتي سؤالي الآتي نابع من ذكرك لترجمة أشعار محمود درويش أنت تشير إلى مفهوم الترجمة بنوع خاص وبشكل عام ربما وتعتبر أن الترجمة بشكل أو بآخر هي فعل خيانة تعتبر أن الترجمة هي فعل خيانة بصورة أو بأخرى والحقيقة نسأل ضيوفا كثر عن هذه النقطة هل تعتبرون بناتهم الأستاذ جمال الغيطاني لأن ترجمت أعماله أيضا وكان ضيفنا في هذا المكان أيضا الذي تشرف الآن بلقاءك هل فعلا كم يفقد الأثر الأدبي والشعري خاصة كم تفقد قصائد الأستاذ عادي القرشولي من ألقها عندما تترجم سيما إذا لم يترجمها هو لا هو في الحقيقة أنت ذكرت أن الترجمة خيانة هذه جملة قالها نزار قباني أنا كنت مع نزار في برلين قبل الأمسية بليلة وقد دعته آنذاك سلمة الخضراء الجيوسي لأمسية في بيت ثقافات العالم في برلين وكانت جالسة إلى جانبه خلال الأمسية وهو قال إن قصائده لا تترجم لأنه يعتبر أن كل ترجمة خيانة وكان مشروع سلمة الخضراء الجيوسي هو الترجمة إلى اللغة الإنجليزية أنا كنت مرة في سكوتلندا وشاركت في ندوة ترجمة قصائد الألمانية إلى الإنجليزية وأنا لا أعرف الإنجليزية بشكل جيد وكانت تترجم عن طريق مترجم بيننا أنا وشاعر سكوتلندي وبعد نشر قصائد طلب مني أن أكتب مقدمة فنشرت كتبت المقدمة بعنوان الخيانة النبيلة جميل الخيانة النبيلة نعم إن ترجمة القصيدة لا يمكن أن تكون جيدة إلا إذا خانت النص الأصلي بمعنى أنها تخلق نصا إبداعيا جديدا إذا كانت جيدة نصا إبداعيا جديدا يمشي على متوازيا على القصيدة الأولى ولا يطابقها لأنك أنت تنطلق من المخاطب أكثر من انطلاقك من المخاطب نعم لأن المخاطب هو الذي سيقرأ نصك وأنت ينبغي أن تعرف منظومة الإشارات التي يفهمها هذا المخاطب فالكلمة ليس لها تاريخ معرفي فقط في الشعر خاصة الكلمة لها أيضا تاريخ حسي وتاريخ إحائي وإذا لم تكن تعرف التاريخ الحسي والإقاعي لا تستطيع أن تترجم بشكل جيد ربما المثل التالي يعبر عن هذا أرسل لي المحمود مرة بالفاكس قصيدتين كان يريد أن يلقيهما في مهرجان شعري في برلين وطلب أن أترجمهما فاتصل فيه قال هل قرأت قصيدتين قلت نعم حتى ترجمهم قلت له لشوف قال لي أخي شو بدك تشوف ليش قصيدة يعني واحدة شوية معقدة بس تانية بسيطة قلت له المعقدة بقدر ترجمها بس البسيطة صعب ترجمتها جميل إذا لم أجد لها معادلات موضوعية باللغة الأخرى لا أستطيع أن أقوم بهذا الفعل لا أقوم بهذا الفعل جميل جدا حياة الشيء الذي يتداول عادة أن من يتقن لغتين وبالتالي من يبدو قادرا على الترجمة ولا يكفي أن تتقن اللغتين كي تكون قادرا بالمناسبة على الترجمة ينبغي أن تتقن تماثل روحي مع اللغة ذاتها ومثل ما تفضلت أن لا تكون حرفيا ولو خنتها النص الأصلي بس الشيء المألوف ذكره دائما أن من يملك لغتين يملك عقلين بس أنا بدي أسأل عن أبعد من امتلاك الناصية في اللغتين الأثنتين بدي أسأل عن التحليق بين الثقافتين وهذه قل ما تتسنى وقد تسنت للدكتور عادي القراشولي السؤال ليس من السهل الجواب عليه لأنه يمر بمراحل ويختلف من فرد إلى فرد ومن سيرة ذاتية إلى سيرة ذاتية أنا أستطيع أن أتحدث عن نفسي في البداية كنت أكتب القصيدة العربية وقد شاركت أنا درست في معهد هو فريد في العالم يعني بعد دراستي في بدأت الدراسة في معهد المسرح في معهد الأبحاث المسرحية في مدينة ليبسيك ثم انتدبت إلى معهد فريد في العالم ولا يدرس فيه إلا الكتاب الألمان الشبان وكنت أنا الأجنبي الوحيد الذي درس في هذا المعهد وقدمت قصائد باللغة العربية التي ترجمت إلى الألمانية في الموجة الشعرية التي نشأت في بداية الستينات في ألمانيا الشرقية ودخلت التاريخ وخرج منها شعراء الآن أسماء كبيرة جدا وكنت أحد المبرزين في هذه الموجة الشعرية بالقصيدة المترجمة عن العربية ولكن جاءت لحظة من اللحظات وجدت أن الإعجاب الواسع الانتشار بهذه القصائد لم يكن ناتجا عن جودة قصائدي بقدر ما كان هو ناتج عن غرابة قصائدي بالنسبة للمتلقي الآخر وجاءت لحظة أردت أن أغير في هذا المجتمع الذي أعيش فيه خاصة بعد أن طلعت على تجربة بريشت أيضا أن أغير مع المغيرين اللي هو أساس أطرحة الدكتوراه نعم صحيح وتعرفت على زوجتي وكتبت لها قصيدة قصيرة باللغة التي أعرفها يعني خجلت أكتب قصيدة بالعربية وأعطيها للصديق وقاله تكمل لي ترجمتها يعني كنت ترجم ترجمة أولية وكانت لا تعرف العربية؟ هي لم تكن كان درسة أدب ألماني في البداية وأدب سلافي لم تكن تعرف العربية فكتبت لها قصيدة قصيرة بعنوان جدلية بالكلمات البسيطة التي أعرف قلت فيها لأنني أحبك أحب العالم لأنني أحبك أرى العالم جميلا لو كان في مقدوري أن أكرهك لكرهت العالم ولأن العالم في ذاتي لكرهت نفسي ولأنني لا أريد أن أكره نفسي فأنا أحبك هذه قصيدة بسيطة بكلمات بسيطة ولكنها لاقت أيضا صدا هائلا هائلا وبدأت بكتابة القصيدة الألمانية أكمل فقط فكرة وجيزة بهذا الاتجاه الدكتور عبد الغفار مكاوي رحمه الله قد توفي قبل فترة وكان صديقا عزيزا جدا كتب عني كتاب بعنوان السنديانة والفراشة عن تجربتي في ألمانيا لأنه أحد القلائل الذين قرأوا نتاجاتي الألمانية وترجم مجموعة هكذا تكلم عبد الله إلى العربية دون أن يعرف أنني ترجمت قسم كبير منها بنفسي إلى العربية وهو دقيق جدا وفي الحقيقة يعني يعرف الألمانية بشكل جيد ودقيق وأمين للغة الأخرى ولكنني ارتعبت حين قرأت الترجمة العربية لماذا؟ لأنني كنت قد نشرت في هذه المجموعة 11 قصيدة كنت كتبتها أصلا بالعربية وكتبت صيغة ألمانية لها بالألمانية نشرت فهو أعاد ترجمة الصيغة الألمانية إلى العربية وقد وجدت أن الصياغة لم تكن صياغتي المفردة لم تكن مفردتي الإقاع لم يكن إقاعي فبدأت بترجمة قصائدي بنفسي في الحقيقة ولذلك ينبغي على الشاعر أن لا يعرف اللغة التي يترجم لها ينبغي أن لا يعرف اللغة التي يترجم لها؟ التي يترجم هو لها نعم نعم من قبل الآخرين من قبل الآخرين نعم نعم فهمتك تماما لأنه لن يقبل بأي ترجمة أخرى أرجو أن لا أكون مقصرا إذا قلت بأن من أكثر وفق المعلومات المتاحة أمام جيلي ربما من أكثر الأدباء الذين حظوا بالتجربة التجربة الترجمة والذين نقلت أعمالهم وتراثهم إلى الإنسانية هو وليام شيكسفير هلأ يفترض أن تكون هناك موازاة حتى في ألمانيا يعني نحن علاقتنا مع شيلور كما أذكر كانت بمسرحية بعنوان الساعة 12 ابن العم الأخ التي قدمت أياما الوحدة في طبولتي أذكرها تماما وأذكر الأثر الذي خلفته ولكن ينبغي أن نعرف شيئا غير أنه ثمت معهدا في دمشق اسمه معهد جوته أو كذا ينبغي أن نعرف أكثر من أكثر الأدباء الذين حظوا بالتجربة كان شيكسفير بما في ذلك هاملت بكل أوجهه ولا شك أنه هاملت عفواً لإطالتي حمى الأوجه طبعا وكانت أحد الأوجه من نصيب البي بي سي أدعوك إليه اشتركوا في القناة موسيقى full 30 years have passed in sacred bands since love, our hearts, and hymen joined our hands so many journeys may the sun and moon make us again count over ere love be done دكتور عادل قرشولي مرحبا بك في الجزء الثالث من حوارنا أرجو أن لا أكون أننيا بشكل من الأشكال وأنا أختار أو أليف يرعى الموضوع نحو الذهاب لمدة في المية ولكن موضوع شيكسبيري يشغلني خاصة في حضرة الدكتور عادل قرشولي لماذا نعشق هاملة نحن؟ لماذا هذا الهيام شيكسبيري؟ لماذا هذا الهيام بأثانه مثلا؟ ألي أنه يماثلنا لونا فرضا؟ أنا لا أرى هياما كبيرا لشيكسبير في العالم العربي لأنه لم تقدم مسرحيات شيكسبير على مستوى واسع في العالم العربي بقراءات إخراجية مغايرة عما يقدم ولكن هذا يسوقنا إلى تساؤل أكبر هو أن المسرح بشكل عام أين تكمن فيه الخاصية القومية؟ لأننا نعرف أن هاملة مثلا دانماركيا ولكنه مرر عبر ذات شيكسبير الإنجليزية إلى المتلقي المتواجد في تلك الحقبة التاريخية التي كانت فيها صراعات تاريخية بين الحاكم والمحكوم أيضا وكانت تساؤلات هاملة هي تساؤلات في الوجود البشري في وجود الإنسان نفسه يعني أن تكون أو لا تكون أحيانا إما هذا أو ذاك يترى السؤال بحد ذاته إما هذا أو ذاك هو صحيح أم لا وهنا تكمن التفسيرات المختلفة للنص الشيكسبيري في هاملة مثلا وهذا ينطبق على مسرحيات أخرى مثلا فيلهام تيل لشيلر كان أيضا سويسريا ولكنه أصبح نموذجا لحركة التحرير في ألمانيا ضد المغتصب المهم هو أنت كيف توظف الشخصية لأن القوم لا يوجد خارج العالم ولا يوجد إلا مع العالم وبالتالي مع الإنسان العام أيضا والإنسان العام هو في الغيرة في الحسد في القتل في الاتقاء صراع رفاق من أجل السلطة في يوريز قيسة صراع من أجل السلطة وإلى ما هناك هذه كلها أشياء عامة وستبقى إلى الأبد بنفس السياق المهم هو كيف تنظر أنت إلى هذه الفكرة من منظور الآن وتقدمها بحيث أن المتلقي يجد نفسه فيها وهذه هي الرؤية الإخراجية يعني مثلا بريشت قدم كوريولان كوريولان في نهاية هو رجل مستبد كان رجل مستبد ولأنه مستبد كان الناس يعتمدون عليها ولكنه بلحظة معينة هو قدمه أنه رجل تراجيدي بنفس الوقت هذه القراءة الإخراجية لبريشت هو ليس مستبد لا يستطيع أن يكون مستبدا مطلقا إلا أن يكون في نفس الوقت تراجيديا في سقوطه نعم دكتور عادل هل أستطيع التوصل من خلال هذا المعنى إلى أن علينا كي نوظف أثرا أدبيا عالميا أن نوظفه لغرض معاش ورح أستفيد من عنوان أيام الشارقة المسرحية التي أتحت لي أن أتشرف بلقائك في دورتها الثلاثة والعشرين رح أستفيد الواقع من فكرتها وتيمتها الأصلية المسرح في اللحظة الراهنة طيب هل علي أن ألي ذراع شكسبير كي يناسب اللحظة الراهنة هل هذا يعني عدم قبولي بالأصل الشيكسبيري مثلا لهملت أو غيره كما كان أيام لورانس أوليفيا بالعبيض والأسود مثلا هل هذا يجعلني أبعد الأثر الأصلي للأعمال وما لم تكن هناك توظيفات جديدة فأنا لن أقبل هذه أو لن أختارها لا يوجد في المسرح نص مكتمل النص هو مادة لعرض مسرحي والعرض المسرحي هو قراءة جديدة لهذا النص وقد تكون قراءة مضادة لهذا النص أيضا لآتك بمثال هناك في انتظار جودو لبيكت أنا في إطار دراستي للدكتورة عن بريشت كنت أعمل في أرشيف بريشت يعني في البرلين في بيت بريشت هناك أرشيفه وكنت أعمل في الأرشيف أطلع على الأرشيف لم تكن هناك ديسكات وكمبيوتر وإلى ما هناك كنت أخذ المخطوطات وعثرت على مخطط كان مخطط إخراجي كان يريد بريشت أن يخرج في انتظار جودو في انتظار جودو إثنان ينتظران شيئا مجهولا لن يأتي هذه هي المسرحية الانتظار الأبدي الذي لن يأتي بريشت لم يغير حرفا في هذا النص فعل شيئا واحدا هو أنه عن طريق البروكتور قدم ما يحدث في العالم من تغيرات وهم ينتظرون جميل جدا لم يفعل سوى هذا هذا كانت الرؤية الإخراجية يعني أصبح موقفهما في الانتظار الأبدي دون فعل تحول إلى نوع من العبث وقال لهما أو جعل الجمهور يكتشف أن هذا الانتظار هو عبثي بينما يتغير العالم من حولهم هذه هي القراءة الإخراجية ولذلك النص بحد ذاته هو مادة للعرض لكن هل أستطيع أن أسلم بهذا حتى وأنا أتناول حياة جليلية مثلا وخضوعه عمليا لأحكام الكنيسة القاسية مما جعله يعلن قناعات ربما مخالفة جميل يعني هل أستطيع أن يعني إلى أي مدى أستطيع أن أذهب بهذه النظرية هذا سؤال كثير مهم يعني وأنا أشكرك عليه لأنه بريشت نفسه عنده صيغتين لهذا رؤية إخراجية لعرضه قبل الحرب وبعد الحرب يعني قبل القبلة الزرية وبعد القبلة الزرية يعني في مشهد عند غاليلي في مشهد بعد أن ينكر اكتشافه بعد أن رأى آلات التعذيب في القبو في قبو الكنسي أنكر الوجود وكان له تلميز هو نجيب جدا وكان صديق غاليلي فجاء لزيارته غاضبا لأنه أنكر وقال له جملة وهي ويل للوطن الذي ليس فيه أبطال وخرج غاضبا وترك بريشت لحظة ثم قال غاليلي لنفسه بصوت مرتفع ويل للوطن الذي يحتاج إلى أبطال هذا في النص الثاني في الموقف الأول هو كان مع غاليلي لأن غاليلي يعني أنكر لأنه عرف أنهم قد يقتلونه وسينتهي الاكتشاف العلمي الكبير الذي اكتشفه ولكنه خلال إقامته كتب سرا أهم كتاب نعم في الفيزياء الكونية التي تعبر عن هذا الاكتشاف فكان معه بعد القنبلة الزرية حول بريشت هذا الموضوع وقال إنه مدان لأننا يجب أن نقف ضد القنبلة الزرية في هذه اللحظة بالذات رأيت كيف أن الظرف التاريخي أو اللحظة التاريخية التي تكتب فيها شيئا ما تؤثر أيضا برؤيتك الإخراجية هذا هو هذا هو أنا في اعتقادي هذه معجزة المسرح يعني معجزة المسرح هي هذه القراءات المختلفة لنص واحد نعم أنا حين قدمنا رأس المملوك جابر لسعد الله والنوس في مدينة دفايمر أنا ترجمتها وعملت في الدراماتورجيا وأجاء جاء الأستاذ أسعد فضة وأخرجها هناك لقد اضطر للعودة ولكن يعني للتاريخ في الحقيقة بعد أن أكمل العرض تقريبا بكامله وهذا أقوله يعني لأنه في ألمانيا كتبوا في في البروشيور أنه مخرجا ألمانيا أخرج هذا العمل هذا غير صحيح أسعد فضة كانت قد أكمل الإخراج هناك وتعرف أن هناك مستوين في مسرحية سعد الله والنوس مسرحية الحدوتة في الحدوتة رأس الممنوع جابر والشعب الذي يجلس في القاعة حين أردنا تقديمها هناك الشعب كان كله سلبيا كل أفراد الشعب الموجودة في الصالة في دمشق سلبية من الحدث التاريخي كان يريد سعد الله بهذا أن يستفز المتفرج الجالس في الصالة لاتخاذ موقف حين قدمناها في فيمار قلت له وأنا كنت أعمل دراماتورك يعني عندي أعقد دراماتورك في المسرح قلت له سعد الله أنا لا أقبل بهذا لأن المتفرج في فيمار لا يهمه هذا الحدث وإنما الذي يراه يقول إن كل السوريين سلبيون هؤلاء هم السوريون ليس هو جزء منهم قال طيب شو الحل فأضفت أنا شخصية إيجابية وأجريت حوار في الصالة حتى يقال على الأقل أن السوريين يناقشون هذا الوضع أيضا ويبدو أنه ليس فقط السوريين وإنما العرب بوجه عام اسمح لي أنا أذهب لمثالي القادم لكن متأثر إلى حد ما كوني متأثرا بما ذكرته عن الدكتور علي الراعي يوم أمس في محاضرة القيمة والدكتور علي الراعي في كتابه عن المسرح في الوطن العربي يشير إلى أن سبب الولع الآن بنقل الأعمال المسرحية إلى التلفزة أو إلى البصر هو أن كل شيء في العالم الآن أخذ يومسرح ويقول ماذا تريدون الانتخابات أصبح يشبه ظاهرة المسرحة ماذا تريدون على سبيل المثال مباريات فيها شيء من المسرحة بغض النظر عن رؤية الدكتور علي الراعي ومدى دقتها أنا لن أذهب لمناقشة في مثالي القادم سينمة المسرح أو إدخال السينما إلى عالم المسرح وإنما سأذهب إلى مسرحة السينما وهذا بيوصلني للفيلم الذي توج أوس كاريان بعنوان شيكسبير عاشقا واللي بيحكي قصة إبداع رمي وجوليات والبطل فيه هو وليام شيكسبير في هذه الحتوتة الجميلة التي يبدو أنها جاهزة كي تروى عبر العصور سواء وظفت لصالح حدث سياسي أم لا بمعنى أن الصراع بين آلي كابيوليت ومونتيجيو ما ممكن بالضرورة يكون بمعارضة وبين يعني بس يعني بكل أحوال إليك هذا المقطع التالي ترجمة نانسي ترجمة نانسي قبل أرى أليسي اهربه جدا أوليسي لذلك لن يأخذي بالطفوية لذلك مطلق هكذا ولكن من تهيقه لأنه يمتعطن أعطرني ولكنه ليست مريد مينواني ليست مريد but not my will consents I pay thy poverty and not thy will where is my lord I do remember well where I should be and there I am where is my Romeo dead this is thy sheep bear rest and let me die yes 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا العمل قطف جائزة او قبض بالواقع على جائزة الاوسكار واستطاع ان يتخطى الجميع لقد كان الحضور حضورا مسرحيا مهما وهو يروي جانبا من السيرة الذاتية لويليام شيكسفير وكيف ابدع روميو جوليت لكن لم يستطع ان يتخلص من عسار المسرح بالطبع المسرحة سينمائيا هنا هي الطاغية استفاد الفن السينمائي من المسرح لكنه ارتدى ثوب وعباءة المسرح لا شك ليس امامها الا ان عفوا اريد اخذ انطباعك يمكن انت ما شفت هذا الفيلم يوم عرض ويوم فاز في النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن الماضي في الحقيقة هذا يمكن ان يثير اشكالية التناص بشكل عام بين الفنون لانك انت حتى في القصيدة يمكن ان تشير الى قصائد اخرى او الى مواضيع فلسفية اخرى معروفة لدى قلة من الناس ربما لا يعرف بعض من يشاهدون هذا الفيلم ما هي حياة شيكسبير ولا يعرفون ولا يقارنون بين الحياة الحقيقية التاريخيا وبينما ما رأى انها حياة شيكسبير في الفيلم ونفس الشيء يجري على مسرحية روميو جولييت ايضا اذا كانت حدثت بهذا الشكل ام لا في القصيدة انا شخصيا يعني في قصائدي كثير من التناص مع تاريخ شعر الالماني ومع بعض الموضوعات الفلسفية المعروفة يعني مثلا احدى حتى قصائدي العربية احدى قصائدي العربية وضعت في البداية مقطع لاحد المتصوفة الالمان وهو انخيلوس وضعت حتى يعرف القارئ انني اشير الى هذا النص في نصي الجديد بينما في بعض القصائد اخرى اشير الى هلدرالين مثلا دون ان اشير اليه في المقدمة فانا في وجهة نظري ينبغي ان يكون العمل عند التناص ان يصل الى المتلقي اولا المستوى الاول ان يفهم المتلقي ما يراه نعم دون ان يعرف الخلفيات التناصية الاخرى ولكن كلما يعني بحثت في النصوص الاخرى المتناصة مع هذا النص او مثلا التاريخ الموجود مع هذا النص تزداد متعتك الفنية في التعرف على ما تراه يعني القراءة والمشاهدة ايضا بحث انا كنت ذاهب الواقع الى السؤال تحضيرا لكن حضرتك اجبت على اجزاء كثيرة على ذاك السؤال عن الدور الابداعي هل اغالبا ما يسأل الضيوف عن اثر رفيقة العمر في هذه الرحلة الطويلة هذا سؤال يعتبر لازما لكل لقاء لكني اراه واجبا والواقع انه ابدي عبر عنه بطلب قصيدة ربما من نسق روح رومي وجوليت لست ادري لكن ساذهب الى قصيدة منتقا وجدانية من حضرتك وهي واحدة من القصائد الثلاثة التي اعدنا بها قصيدتي تقول جفى دم القصيدة بشرتها المشدودة كجلد طبل تجعدت انها الارض مزقتها الخناجر والحناجر القصيدة جابت العالم من محيط الى محيط ومن رصيف الى رصيف القصيدة تكسرت على اسفلت صلت وقفت على اعتاب السجون والمنافي وقبضتها مرفوعة في فراغ لكن الجوع هو الجوع لكن الحزن يخسر الدم في الشرايين لكن الامبراطوريات هي الامبراطوريات والطغاة هم الطغاة والحاشية هي الحاشية والمهرجين هم المهرجين وحدها الافاعي تغير الجلود حقا اننا نعيش في ازمنة مظلمة كما عاش غيرنا قبلنا وسيعيش بعدنا وسنبقى نتكلم دائما وابدا عن الشجر والمحبة والمودة دون ان يكون هذا الكلام جريمة لا تغتفر للقصيدة وحدها قل لها كوني نحلة فقد تكون وقد تقفز من بنقسجة الى سوسنة من فلة الى ياسمينة من شاطئ الى شاطئ ومن قلب الى قلب بخفة نحلة دعوب اتقدم لك بالتحية ارجو ان القاك بالخير وعذرا لتقصيري ان كان ثمة تقصير لا شكرا لمتابعتكم ايوالا احبة نسأل ضيوفنا دائما هذه هي ابداعاتكم وتلك هي اراؤكم في مقابلة فكم جاءت اراؤكم لتتوج اعمالكم وابداعاتكم بنقاط فوق السطور شكرا لمتابعتكم نرجو ان نكون قد قدمنا ما يريق باهتمامكم الى لقاء مع اسرة برنامج نبعون الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة